وإلى أخبار الاقتصاد مع كناس فضل كناس مساء الخير شكرا مساء نور أهلا بكم مشاهدين إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد وبداية حبل عنه مدير الطيران المدني سيتم ربط خط أثناء ودمشق ببرلين وستوكهولم قبيل اجتماعي أوبيك بلاس تكاهنات من دول عدة حول القرارات التي ستكشف فهل ستفاجئ الأسواق مرة أخرى؟ أهلا بكم إلى التفاصيل كشف المدير العام للمؤسسة العامة للطيران المدني باسم منصور أن إحدى شركات الطيران باشرت تسير رحلاتها بين أثناء اليونانية ودمشق ولاحقا سيتم ربط هذا الخط مع برلين وستوكهولم وأضاف منصور في حديثا لإذاعة محلية لقد خاطبنا الطيران السعودي لعودة تسير الخطوط السورية إلى المطارات السعودية وتلقينا موافقة على ذلك وتجري الترتيبات للبدء بالتشغيل وقبل أيام توقع وزير السياحة محمد رامي مارتيني أن يتم استئناف رحلات الطيران بين سوريا والمملكة العربية السعودية في حزيران الحالي وذلك بعد تحصن بالعلاقات بين سوريا والسعودية عقب زيارات متبادلة لوفود وزارية فضلا عن مشاركة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية الثانية والثلاثين التي استضافتها جد أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن قرار تصدير مادة البطاطا كان إيجابيا ومخططا ومدروسا بشكل سليم من جميع الأطراف وأشار إلى أن القرار جاء في وقته للحد من خسائر الفلاح التي ارتفعت بشكل كبير والمهم في النهاية هو مصطحة جميع الأطراف من فلاح ومواطن معا وأوضح كشتو أن مادة البطاطا ستكون مستقرة في سعرها لمدة عام كامل حيث لن ترتفع فوق 1500 ليرة بسبب وجود كميات وفيرة من الإنتاج تكفي السوق المحلية وقد ترتفع 100 أو 200 ليرة لكن لن ترتفع أكثر من ذلك من جهتي أكد عضو لجنة تجار ومصدر الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد أن التصدير لن يؤثر على سعر مادة البطاطا لاحقا بسبب الفائد المحلي الموجود بالمحصول مشيرا إلى أن أسعار البطاطا حتى الآن مقبولة للمستهلك ولا سيما أن هناك وفرة بإنتاج هذا الموسم وبالتالي سيكون هناك تصدير للمادة خلال الأيام القادمة نافيا أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة بيّن المهندس طلال عودة مدير مستودعات حمص أن محصول الشعير جيد لهذا العام وتسير عمليات الاستلام بسلاسة ودون عوائق وأوضح عودة أنه يتم أخذ عينات من السيارات الواردة إلى مركز استلام الشعير بعد تنظيم بطاقة للسيارة وبعدها يتم أخذ العين وتجزئتها لقسمين تستمر العملية لحين الحصول على عينا صغيرة توضع في غرابيل ومن ثم تحسب نسبة الأجرام والشوائب وبعد احتساب نسبتها يتم تحديد درجة مادة الشعير حتى الدرجة الرابعة المقبولة ويأخذ بعين الاعتبار نسبة الرطوبة على لا تتجاوز الـ 12% ويوجد مقياس خاص بالوزن النوعي للحبوب شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيس على أهمية زيادة قدرة تكرير النفط في العام في العالم لدعم الطلب المتزايد على المنتجات النفطية مؤكداً على أهمية تعزيز طاقات التكرير حول العالم لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات البترولية والمناقشات الفنية بين الدول المشاركة في أوبك بلاس تتجه أنظار أسواق النفط إلى اجتماع أوبك بلاس المقرر عقده الأحد في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج في المدة المقبلة بعد أن أعلنت دول عدة في التحالف خفضاً طوعياً إضافياً بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن ما أثار التكهنات حول القرارات التي ستكشف في الاجتماع المقبل ومدى تأثيرها في أسعار النفط أوبك بلاس تضخ نحو 40% من الإنتاج العالمي مما يعني أن لقراراتها تأثيراً كبيراً على أسعار النفط في هذا السياق وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قال إن تحالف أوبك بلاس لن يتردد في اتخاذ أي قرار يحقق مزيداً من التوازن في سوق النفط مبيناً أن تحالف أوبك بلاس أثبت أنه يقرأ السوق بشكل صحيح لكن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك قال في وقت لاحق إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من أوبك بلاس حسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية قبل أن يعود ويوضح أن موسكو ستعمل مع بقية أعضاء التحالف على تحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بالقرارات السابقة جميعها لكنها لا تكشف عن توقعاتها لنتائج الاجتماع ولا يسعه إلا القول إن روسيا تواصل الاتصالات مع المشاركين المعنيين في هذه العملية وسيستمر هذا العمل في نيسان أبريل تعهد العديد من أعضاء أوبك بتخفيضات طوعية تبدأ من أيار مايو ويأتي هذا علاوة على خفض بمقدار مليوني برميل يومياً تم الاتفاق عليه العام الماضي مع الإعلانات المفاجئة عن ارتفاع أسعار النفط 9 دولارات للبرميل متجاوزة 87 دولاراً قبل أن يتراجع إلى نحو 70 دولار تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب وقالت مصادر من التحالف إنه من المستبعد أن يشهد الاجتماع إقرار مزيد من التخفيضات في المعروض النفطي لكن مصادر أخرى قالت إن نتيجة الاجتماع لا تزال غير واضحة فالتحالف دائماً ما يعطي نفسه الوقت للوصول إلى الامتثال الكامل ومراقبة تأثير أي تخفيضات بالإنتاج في السوق الفعلية قبل اتخاذ أي خطوات أخرى أوبيك بلاس يواجه جملة تحديات قبيل اجتماع التحالف للنظر في سياسة إنتاج النفط حتى نهاية العام في وقت تشهد أسعار الخام تراجعات حادة بموازاة استمرار عدم اليقين بشأن نمو الطلب من الصين ومخاوف تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود فهل ستصدق التكهنات والتوقعات المتضاربة في الاجتماع؟ موسيقى كتام أخبار الاقتصاد لهذا المساء شكرا للمتابعة وعودة للزميل نزار ومتبقى من نشر شكرا ياتك العالم